عبرنا الجنود المشاه تحركهم عبروا خط برليف بدأنا نفتح في الرملة بتاعة خط برليف سادت اللوة احنا بدأنا نفتح وحضرتك لسه كنت بتقولي الوقتي احنا غيرنا النظريات العسكرية احكيلي بقى الترتيبات دي كلها اللي دخلت لغاية مرحلة الكبرى اللي احنا مدناها كل نظريات الحرب وحتى القواعد وقوانين القتال على المستوى التكتيكي عمرها ما قالت ان الموجات اللي تعبر في البدايات هي المشاه ده ما اللي الدبابات تبقى في الامام وتحمي المشاه من خلفها ثم بعد ضرب من الحركة تنقض المشاه على اهدافها اللي حصل ان احنا ما عندناش دبابات في الشرق فلازم يتعامل هذه الكباري علشان الدبابات تعدي الفكرة اللي قام عليها بناء الكباري هي ان تنصب في ست ساعات ليه؟ عشان نستخدم الليل في الابور الدبابات ليه؟ لان العدر الصغير ما كانش بيحارب ليلا كان بيعمل طوابير تأمين ويسكن فعشان كده كانوا بيطلعوا الصبح يقلقونا قدامهم فدي كانت نقطة مهمة جدا الحاجة التانية كلمة الست ساعات دي كلمة يعني عبقرية ازاي؟ احنا بدأنا من اتنين اخر دوق كان الساعة سبعة يعني الست ساعات دول كانوا غطوا غطوا فكرة او منطقة بناء الكباري طب الكباري اللي ادوهن الروس دي كان بتفتح فقديه في اتناشر ساعة نعم في اتناشر ساعة عشان تركبها؟ عشان تركبها وتاني وهم متعمدين يدونا النوع ده عشان ما نعديش لان الطيار ده سرعته كل بتتغير واتجاهه بتتغير كل ست ساعات كل ست ساعات يا فندم فانت محتاج محتاج تنصب هزي الكباري في لحظة معينة قبل زمن انتهاءها اي في ست ساعات اتدربوا في الخططبة وفي حلوان واشحارف ايه على ان هزي الكباري تنصب في ست ساعات ودي النقطة المحورية اللي قد يكون الاسرائيليين كانوا متطمنين لها ان مش هتقدروا تعبره لكن التدريب وكفاءة القتالية لسلاح المهندسين عشان ما حدش يقول ايه ده مش هتقدر دي اسلحة مشتركة كله بيحارب يعني هم فجأوا ان احنا عندنا سلاح مدفعية عمل تغطية غير طبيعية ثم ما قدرتش السواريخ بتاعتنا ما خلتش الطيران الاسرائيلي يقرب من رجالتنا في العمق بتاع الهاشرة كيلو التعليمات كانت كده للطيران الاسرائيلي عدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة خمستاشر كيلو كويس ثم تدخل المدفعية اشتغلت ثم المشاة اشتغلوا القوات الجوية عملت ضربة جوية المدفعية عملت التمهيد النيراني اتنين وخمسين دقيقة ثم بدأ اختحام قناة السويس تحت القصفة الاخيرة للمدفعية بالقوات الخاصة وبالمشاة تسلقوا الساتر الترابي كان فكر استخدام جندي المشاة بقى فكر مختلف ان يكون مع هؤلاء الناس اسلحة مضادة للدبابات حتى يتصدوا للهجمات المضادة لان ده كان لحم عشان يمنع يدخل الدبابات لحم قصاد حديد ما ينفعش كان لازم الحديد قصاده حديد دبابة قصاد دبابة لكن ده كان لحم ومع هذا فيه تلاتة تلاتة ضمروا ما يعادل او ما يقرب من اللي هو مضرع اللي هو مضرع الاسرائيلي مية وعشرة دبابة التلاتة هم عبد العاطي اتنين وثلاثين دبابة محمد المصري سبعة وعشرين دبابة واحد تلت لا اتذكر اسمه ايضا حاجة وثلاثين او حاجة وعشرين دبابة لما تيجي تجمعهم تلاقي حوالي تسعين دبابة هل صحيح ثلاث افراد هل صحيح